طبعا متما وجدت الآلية هذه هي بتأكيد قناة جيدة للحركة في السوق وجذب أموال أخرى كذلك للسوق يعني من لا يريد الاكتتاب في شركته مثلا اللي يملك فيها أسهم وعنده حقوق أولوية يستطيع أن يبيع هذه الحقوق ويستثمر العائدات من هذه الأموال كذلك الدخول في السوق مرة أخرى بدل ما أن تضيع عليه فرص فأعتقد أنها مرة أخرى هي مفيدة للسوق ككل وإعادة تدوير السيولة في نفس السوق للقطاعات السوق والشركات شركات أخرى مثلا وكذلك تتيح المستثمرين فرصة للقنوات استثمارية أنه مثلا اللي حابب يستثمر في الشركة مثلا وفقد الفرصة على الحقوق الأولوية يجدها مثلا في السوق للبيع الحقوق الأولوية لذلك بالتأكيد هي جاذبة وأساسية أساسا للسوق حتى تكون مفيدة وسوف نرى تأثيرها على السوق السعودي متى بدأت التاولات سوف يلمسها كل متداول وكل مستثمر في الشركة التي تعرض حقوق الأولوية ماذا عن توقعاتك بالنسبة لأداء السوق في جلسة يوم الأحد؟ هل سنرى استمرار لهذه المستويات؟ هل هناك مستويات مقاومة جديدة سيستهدفها مع بداية الأسبوع؟ السوق زي ما قلت لك هو بشكل عام هو من شاء الله باتجاه الصعود اللي يمكن نتكلم عليه أنه الآن هو نعم في مرحلة يمكن فيها شوي تشبع شراء وممكن يتعرض إلى موجة جاني الأرباح جاني الأرباح بالنسبة لي أنا غير مقلق كما ذكرتك في حده الأقصى ممكن يصل إلى 7600 و 7600 و 770 كحد أقصى يعني هذا ممكن بعد حتى في أنواع من جاني الأرباح أنه يمشي السوق على النطاق عرضي ولكن أتكلمك فيه أسوأ حالاته ولذلك هو الاتجاه العام وهو يهم المستثمر أنه اتجاه إيجابي بإذن الله واضح النفسيات متغيرة وواضح التأثير على شركات السوق والتداولات اليومية مثلا إذا شرنا شركة تتجاه مثلا في ذلك اليوم شركة تكون 7% أو 6% أرباح نجدها من بكرة مثلا صار فيها جاني أرباح لا يزيد عن 1-1.5% فهذا معناه أن الشهية للمستثمرين ما زالت قوية ولا حد عنده استعداد يبيع والتوقعات أنه يستمر السوق في الصعود فهذا ما هو حقيقة حبا ونبئة عليه توجه السعودي باستثناء ما يحدث في مصر وأيضا بيانات قد نسمعها من آسيا من أوروبا من أمريكا سيد عبد الله أنا قلتك في البداية السوق السعودي أصبح في حالة انفصال عن المؤثرات الخارجية وعن الأسواق الخارجية يعني ما عدد سرنا نشوف الدوجونز مثلا وتحركات أمس الدوجونز نازل أكثر من 100 نقطة مع ذلك السوق اليوم مرتفع فما عدد فيه التأثير السلبي للمؤثرات الخارجية بالشكل الذي كنا نشوفه في الشهر السابقة بسبب تغيب نفسيات المستثمرين وبسبب انعدام حقيقة قنوات استثمرية في الاقتصاد السعودي بديلة عن السوق السعودي اليوم السوق السعودي كثير من الشركات الأسهم تعطيك فوق 7% بالتأكيد فوق 6% عائد على التوزيعات النقدية مرشحة للنمو كذلك في المستقبل أين يجد المستثمر من عنده أموال ويبحث عن استثمارات أين يجدها الآن في الاقتصاد السعودي بشكل آمن لا توجد حالة ترقب في العقار وخوف ووجود أيضا مشاكل في اقتصادات العالمية لذلك تجدين أن سوق الأسهم الآن هو من أفضل القنوات الاستثمارية هذا ما يزيد توقعاتنا وثقاتنا أن السوق خلال الفترة القادمة سوف يرتفع وترتفع مع قيمة الدولات بشرط أن ترتفع قيمة الدولات يعني إن شاء الله بعد العطلة الصيفية بإمن الله شكرا جزيلا لك السيد عبدالله الربدين نائب رئيس سعود سكوب للدراسات والاستشارات كنت معنا من الرياض